ومن مجهز الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم وأبدأ مع صحيفة الأخبار التي كتب فيها اليوم من أولى نصيف مقال بعنوان حكومة ما بعد ثقة الرياض أولا بعض المعلومات تحدث أخيرا عن أن الرياض طلبت قبل نحو ثلاثة أسابيع من أيمن الحريري شقيق سعد مغادرتها هو وعائلته بصفتهم غير مرغوب في وجودهم على أراضيها بعد مصادرة منزله على أن يتوجه حصرا إلى أبوظبي نجم ذلك عن تدابير اتخذتها المملكة الاستفاء ما يترتب لها في ذمة سعد الحريري وممتلكات شركات سعودي أوجي البلغة أربعة مليارات دولار أمريكي هي ديون على الشركة والشركاء فيها بينهم أيمن شريك شقيقه برر السعوديون هذا الإجراء بأنه جزء من مسار قضائي بحث لا علاقة له بالسياسة مرتبط بديون في ذمة الرئيس السابق للحكومة الذي لا يزال يتمتع وشقيقه بالجنسية السعودية عندما خسر تكليفه أمام ميقات عام 2011 بفارق ثمانية أصوات ترك الحريري لبنان وغاب قرابة السنتين قبل أن يعود على أبواب تكليف الرئيس تمام سلام تأليف الحكومة عام 2013 ها هو السيناريو نفسه يتكرر غدت اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة في 15 تموز غدر الحريري بيروت متنقلا ما بين أبوظبي حيث قيم عائلته وبين دبي وقد تكون الرياض هي الامتحان الفعلي الأول خصوصا للحكومة الجديدة ورئيسها أول من يفترض أن يعيد وصل الخيوط المقطعة ويوفر ضمانات الأطمئنان التي يصعب التعاهد بها في ظلم وازين قوى داخلية اللاعب الرئيسي فيها حزب الله لم يكن أسف رئيس الحكومة وحزنه قبل أيام قليلة على انتهاك سيادة لبنان من جراء إدخال نفط إيراني إلى الأراضي اللبنانية في معزل عن الحكومة الوطنية سوى أحد مؤشرات تعذر الإفاء بتعاهدات صارمة تطلبها المملكة من لبنان كي تساعده أولى الرسائل السلبية المعاكسة المعبرة مغادرة السفير السعودي وليد البخاري بيروت إلى المملكة بالتزامن مع أعلان تأليف الحكومة الجديدة فيما مضى قالت المملكة إبان تأليف الحريري إنها تحكم على الحكومة الجديدة في ضوء تركيبتها وموقع حزب الله فيها بانقضاء عشرة أيام على صدور مراسيمها لم تقل الرياض بعد كلمتها فيها بيد أن المطلوب أكثر من ذلك هو بالذات ما يعول عليه رئيس الحكومة ليس لمقاط الماضي المبهر لآل الحريري في المملكة ليس له أيضا حاضرهم المظلم والمكسور ذلك على الأقل ما يتيح له محاولة ضق الأبواب من غير أن يتيقن من سهولة فتحها أمامه والآن إلى صحيفة الجمهورية وكتب فيها عماد مرمل مقال بعنوان ما الذي جمع ميقاتي وباسيل منذ بداية المفاوضات وضع الرئيس نجيب ميقاتي عوطفه الشخصية جانبا وأدرك أن علاقات حسن الجوار مع جبران باسيل من شأنها تسهيل تشكيل الحكومة وعبورها الجمارك السياسية وبعدما أبصر المولود الحكومي النهور عقد قبل أيام اجتماع بين ميقاتي ووفد من التيار برئاسة باسيل لحسم مسألة منح الثقة التي ربطت من خلال إطلاق التطقيق الجنائي والبطاقة التمويلية وتضمين البيان الوزرية الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبالفعل وقع وزير المال الجديد عقد الاتفاق مع شركة التطقيق الفراز أند مارسل ودارت محركات البطاقة التمويلية بعد الإعلان عن منصة التسجيل لتوزيعها ووردت الإصلاحات المطلوبة في البيان الوزري فاعتبر التيار أن هذه الدفوعات على الحساب هي كافية لمنح الثقة يبقى أن طريقة التعامل مع حاكم مصرف لبنان رياض سليمي مستقبلاً ظلت معلقة وعالقة بين الجانبين ويبدو أنها ستخضع حالياً إلى قاعدة ربط النزاع في انتظار ما ستحمله التطورات علماً أن قيادة التيار المتحمسة لإزاحة سليمي عن نصبه تجنبت أحراج ميقاتي في هذا المجال ومطالبته بما يفوق طاقته راهناً وبالتالي كل ما تأمله هو أن ينجح رئيس الحكومة في ضبط سلوك الحاكم وتصويب سياساته وفي صحيفة النهار بسيل لم يرحم أحداً وتحييط جملات للمرة الثانية يخد نائب جبران بسيل معارك بالجملة على ضفاف الاستحقاقات الداهمة نهيك بالهجوم المعاكس في جلسة الثقة والذي تضمن غمزاً ولمزاً من أبرز المقربين إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ونصولاً إلى معراب وصغرتة فلم يرحم بسيل أحداً واللفت أنه للمرة الثانية وفي غضون أيام حيد الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جملات في إطار ربط النزاع بينهما والاستقرار السائد ما بين المختارة والعهد وتياره ما يدل من خلال الصالونات السياسية للبرتقالي والاشتراكي على أن هناك شيئاً ما يطبخ وربما يكون توافقاً انتخابياً في الجبل باعتبار أن الرئيس الاشتراكي لا يريد معارك طاحنة ولا خلافات بل صفر مشاكل مع الجميع وفي طليعتهم التيار البرتقالي حيث تحييده مثل العيان في كل مواقف الاشتراكيين ولهذه الغاية السؤال هل سيتخلى باسيل عن حليفه الإرسلاني أم سيتم تدوير الزوايا في حال حصل تفاهم انتخابي أو ترك لمقاعد شاغرة والذي بات تقليداً معتمداً في علي ولكن من المبكر الخوض في الاستنتاجات وإن كانت مطروحة على بساط البحث ويتم أتطرق لها من الفريقين لا بل من أبرز المقربين إلى المختارة وعفدة وميرنا الشلوحي والآن إلى صحيفة اللواء وفيها تعديل مرسوم الحدود البحرية بند حكومي أول الخميس تنطلق حكومة معاً للإنقاذ في عملها الفعلي بعد نيلها ثقة مجلس النواب وأمامها استحققات كبرى وخطيرة أولها معالجة الأزمات المعيشية والحياتية التي بقيت على حالها وعلمت اللواء أنه من المرجح أن تعقد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين والأرجح يوم الخميس إن لم يكن غداً الأربعاء وعلى سلم أولوياتها موضوع الحدود البحرية المستجد بعد تلزيم الاحتلال الإسرائيلي شركة أمريكية حق التقييم والتنقيب عن النفط في المنطقة المختلف عليها مع لبنان وإمكانية تعديل مرسوم الحدود البحرية من النقطة 23 إلى النقطة 29 إضافة إلى معالجات أولية لمشكلات الكهرباء والمحروقات والبطاقة التمويلية وسواها من الأزمات وأوضحت مصادر مطالعة لللواء أن تواصلاً سيتم مع بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاتفاق على عقد جلسة للحكومة هي الأولى بعد نيلها الثقة إذن وبعد ما نالت الحكومة الثقة على جدول أعمالها عدة خطوات إصلاحية اقتصادية تضمنها البيان الوزري البارحة وعلى أساسه نالت الحكومة الثقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر